أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تغى في خلق الرحمن من تفابت أرجع المصر هل تغى من قطور ثم أرجع المصر كردانيا غلب إليك المصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا من ربهم عذاب جهنم ومئس المصير إذا ألقوا فيها سمعونها شهيقا وهي تقول تكايد ميز من الغيظ كلما ألخي فيها فوج سألهم قزنتها ألم يأتكم نذيل قالوا بلى قد جاءنا نذيل مكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم الله في ملال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحوا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجل كبير وأسروا قولكم أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلاقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلورا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطيف فوقهم صفات ويقبر ما يمسكهن إلا رحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن من الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرسوكم إن أمسك رزقه بل نجو في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفذة ولي لما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعب إن كنتم صادقين قل إنما العم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا ومن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت من نعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصنوا ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلى ببنبا عن سبيله وهو أعلى للمهتدين بلا تطيع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ممع للخير معتد الأسيم أطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أشاطير الأولين سنسمه على الخلطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصمونها مصبحين ولا يستسنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصمحت كالصليم فتنادوا مصبحين أن يغضوا على حرسكم إن كنتم صائمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغضوا على حرس قادرين فلما رأوها قالوا إنا نطلون بل نحن محرومون قال أرسقهم ألم أقل لكم لو لا تسنبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راقبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين إن ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فنيأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يخشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة بصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مشقلون أم عندهم الغير فهم يكتبون فاصف لحكم ربك ولا تكن كصاح بالحوت إذ نادى وهو مكنوم لولا أن تداقه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مزموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كنزب السمود وعاد بالخالعة فأما سمود فأهلك بالطاقية وأما عاد فأهلكوا بريح صنصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاضية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغ الماء حملناكم في الجانية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكت ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أمرأ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني معاديا هلك عني سلطانيا كذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحنظ على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أغسهم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن وليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقابيل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لنذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحصة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسمح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه خريبا يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهر ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحمته وأخيه وفصيلته التي تؤبيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا فدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مقرمون أما للذين كفروا ولك مغطعين عن اليمين وعن الشمال يعزين أيضا مع كل مجئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أغسن برب المشارق والمغارب إنا لقاتلون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداس سراعا كأنهم إلى نصم يوفقون خاشعة أمصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نزيل مبين أن يعبدوا الله واتقوه أطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت خوبي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم في آذانهم من الصباك حذر الموت ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم أصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كسرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ولم يزدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجر كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تباغا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا وندا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن نظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأننا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء عدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشك به أحدا قل إني لا أملق لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يزيرني من الله أحد ولن تجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصر وأقل عددا قل إن أدري أخريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا جنهر على غيبه أحدا إلا من اعتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل كم الليل إلا قليلا نصوه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن توطيلا الناس نلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مغيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وانكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذعني والمكاذبين أولي النعمة ومهلهم خليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعما ذا غصته وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أوسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أوسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخزا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السباء منفضل به كان وعده مفعولا إن هذه التذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقندر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى فآخرون ينزبون في الأرض يبتغون من فضل الله فآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقلدوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه وتجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وسيابك فطهر والرجز فهجر ولا تتم تستكسر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير لرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن نزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سألهقه صعودا إنه فتر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نضر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرات ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عددهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوطي الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوطي الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أرد الله بهذا مثلا كذلك يغضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنون ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لأحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتعندم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعموا المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التنكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرق من قصورة بل يريد كل ملئ منهم أن يقتى سعفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تنكرة ومن شاء ذكره وما ينكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والغمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ مما قدمه آخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معازير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة ويتذرون الآخرة وجوه يومئذ نعظرة إلى ربها نعظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق يا وقيل من راق وظن أنه الفراق والدفت الساق بالشاق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يطرق السدى ألم يكن طفة من من يمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنسة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا مصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مذاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنزل ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لواجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وزجا وززاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم والدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت سمى رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خد وإستبرق وحلوا أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طفورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنسيلا فاصب لحكم ربك ولا تطيع منهم آسما أو كفورا وانكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طبيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشذرنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تنسى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشفا فالبارقات فالخاف الملقيات ذكرا عزرا أو نزرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طميست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدوى كما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين هلم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقللنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين هلم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقينا كنا أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقص كأنه جمالة مصف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم يركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم اشتركوا في القناة